أستاذ رامي أزوفستال إلى أي مدى هذا المصنع يمثل اليوم قلعة صمود بالنسبة للأوكرانيين بما يمتلك من ميزات حدثنا عن هذا المصنع الواقع من وجهة نظر الأوكرانيين هو طبعا رمز للصمود وحتى هناك تقرار لإطلاق اسم أبطال مريوبل على إحدى الحضائق العامة في كييف كما أن مصنع أزوفستال للصلب هو أحد عمدة الصناعات في مدينة مريوبل يعودوا إلى الحجبة السوفيتية وكانت السلطة السوفيتية هي اختارت مناطق شرق أوكرانيا بما فيها منطقة دونباس التي بدأ منها النزاع المسلح في عام 2014 كقلعة لصناعاتها السقيلة ولذلك هي سرعان ما انتقلت إلى المناطق التي كانت تدعم السلطة الشوعية بكوة ولكن في السنوات أو العقود اللاحقة من عمر الدولة السوفيتية تم تهميش هذه المناطق وعمالها وهذا أدى إلى دعمهم للاندمام أو البقاء مع أوكرانيا ما بعد السوفيتية ولكن الآن بكل تأكيد هذا المصنع هو ينظر إليه أو اكتسب شهرة عالمية بسبب المعارك وبسبب احتضانه لأكثر من ألفين عنصر أوكراني هل صحيح أنه يحوى مدينة تحت الأرض أساذ رابي؟ بكل تأكيد هناك خطوط إنتاج تحت الأرض لأنه كونه مصنع ضخم وبناية ضخمة وهذا يزيد من صعوبة الكوات الروسية في السيطرة عليهم صمم لواجه قصفا بسلاح نووي؟ بخصوص الكصف بالسلاح نووي أعتقد هذا فيه مبالغة أن يكون المبنى صمم بهذا الغرض ولكن من المؤكد أنه مثل محطط مترو الأنفاق ومع العلم أن الكييف هي تحتضن أعمق محطط مترو أنفاق في العالم كذلك مثل هذه المصانع تضم مسطحات تحت سطح الأرض تصلح كملاجئ في حال وقوع قصف أو حتى القصف النووي وإن كان القصف النووي يؤدي إلى ذلك التلوث بالبيئة المحيطة إلى الحد أنه يجعلها غير قابلة للعيش لسنوات وعقود مثل ما حدث في محيط منطقة تشيرنوبل النووية المنكوبة التي غير صالح للعيش حتى الآن ولكنه مثل هذه الملاجئ كانت مصممة لتوفير إيواء مؤقت في حال وقوع هجوم حتى وإن كان نوويا سيد صفوان ماذا سيعني سقوط مصنع أزوفستال؟ بيد الروس بطبيعة الحال هذا يعني أن الحرب ستطول ومثل ما قال الرئيس زيلينسكي فقدان لهذه الكتيبة من الجنود يعني إغلاق باب المفاوضات وباب السلام ولابد من استمرار الحرب عند إذن حتى تحرير هذه المناطق التي أخذت بقوة السلاح الفتاك وأسلحة الدمار الشامل والتهديد بالسلاح النووي التكتيكي والنووي الاستراتيجي الشيشان ظهروا مرة أخرى في ماريوبل اليوم ضمن فيديوهات في نقاط متقدمة كأنهم بالفعل هم رأسوا حربة في معركة ماريوبل بالتحديد بالحقيقة هن كل الحربة وليس فقط رأسوا حربة قبل دخول القوات الشيشانية ما استطاع الجيش الروسي يتقدم ولا عشرات الأمتار إلى أن جاءت هذه القوات الخاصة كانت قد دربت من قبل الزعيم الشيشاني شامل باسييف ومن ثم بعد قتل باسييف ودودايف استخدمت سياسة الأرض المحروقة كأنه نجيب جديد هدول من تلميذ رمضان قديروف لا علاقة لهم لا بيشامل باسييف رحمه الله ولا بجهاده ولا بفكره أبناء ذلك مصار مختلف